أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي يمثل تجزيدا واقعيا وتنفيذا عمليا لهدف هام ومحوري وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي خلال مراسم توقيع وثيقة التعاون لإطلاق مبادرة الشركة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن شدد مدبولي على أهمية الوثيقة في تحقيق التبادل التجاري وقطاعات الزراعة والصناعة مشيرا إلى أن ذلك هو الهدف الذي كان حاضرا وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينيات القرن الماضي فما نوقعه اليوم يمثل تكسيدا واقعيا وتنفيذا عمليا لهدف هام ومحوري لنا جميعا وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ذلك الهدف الذي كان حاضرا في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي حيث نصت المادة الثانية فقر ألف من ميثاق الجامعة على أن من أغراضها أن تتعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري وأمور الزراعة والصناعة